موسيقى إن هذا قبر معروف فقف ثم سلم باحترام واحتشام لحده قد ضم شيخا عارفا وهو معروف لدى كل الأنام فعليه رحمة من ربنا وسلام ثم يتلوه سلام في غربتي كنت أعاني مخاض الشوق وعندما تصلني رسالة من الأهل كنت أطالع على المغلف اسم معروف الكرخي تصر أمي على كتابته لأنه من الأصوة الحسنة التي يمكن أن تتأسى بها ومثل من أمثلة القدوة الصالحة لأنفسنا وأهلينا ونور صاطع وهاج للباحثين عن نور يضيء قلوبهم ويفتح بصائرهم هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الثاني الهجري في بغداد ومن المشايخ المشهورين بالزهد والورع والتقوى كان أبواه نصرانيين فأسلماه إلى مؤدبه وهو صبي كان المؤدب يقول له قل ثالث ثلاثة فيقول معروف بل هو الواحد الصمد فضربه على ذلك فهرب منه كان أبواه يقولان ليته يرجع إلينا على أي دين كان ذهب إلى الكوفة يتجول بين أرجاء مساجدها يستمع للعلماء والفقهاء تتلمذ على يد الإمام علي الرضا والشيخ داود الطائي وشاء له الله أن يكون مسلما متصوفا عابدا يطلب العلم ويخدم الآخرين ورجع إلى أبوي دق الباب فقيل من قال معروف فقالا على أي دين رجعت فأجاب دين الإسلام أجابا ادخل يا بني وأسلم أبواه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر